كنا بنقول ان الفترة المناسبة او الوقت المناسب ان الرجيم نقدر نبتدي فيه بالنسبة للام او الام اللي بتردع من بعد شهرين لغاية تزيب بالتدريج حسب حالة الطفل وحسب كمية اللبن زي ما قلنا فما ندرش نقول ان في وقت محدد عشان الامهات نفسها ما تحبطش لان ممكن تلاقي الام اللي لسه والدة زارت لها 10-12 كيلو في فترة الحمد وهي كان عندها 5-6 كيلو من قبل الحمد فبقى عندها 18 كيلو وعمل اتفكر في الموضوع ده انا عمال ازيد انا بزيد طبعا انا هحل المشكلة امتى تلاقي الضغوط العصبية نفسها والحالة النفسية السيئة اللي اساسا فيه حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة تلاقي الموضوع عامل ضغط جديد جدا جدا فتلاقيها بترجم ده في اكل زيادة فبتزيد اكتر فناخد الموضوع بمنتهى السلاسة وواحدة واحدة نبتدي نقدر نبتدي ونبتدي ننقص وزننا كمان لازم نبقى عارفين شوية معلومات كده مهمة قوي قوي واحنا بنحط نظام التغذية بالنسبة للام او بالنسبة في فترة الرضاعة او الرجيم مع الرضاعة الاهتمام بالكالسيوم ناس كتيرة بتبص للموضوع ان مدام بشرق قباية اللبن وباخد قلبة الزبادي خلاص مفيش مشكلة ده كده كمية كالسيوم كافية جدا جدا لا احنا بالنسبة للام هنا خصوصا للام مع فترة الرضاعة احتياجها من الكالسيوم بيتضاعف فنقدر نقول ان احنا بنزود كمية الكالسيوم للضعف وكالسيوم جاي من المنتجات الالباني يعني اللبن الزبادي الجبنة قليلة الدسم وطبعا في بعض الفواكه والخضرات فيها شوية نسبة كالسيوم بس احنا بنحاول نركز على الكالسيوم اللي موجود في السوائل عشان يبقى عملنا كذا حاجة في كذا حاجة اولا كمية السوائل بتزود معانا لبن الام كمان الكالسيوم لما بينقص عن حد معين ده بيقلم معدل الحرق غير طبعا ان هو بيعمل هششة عظام فيبقى انا عملت مشكلة ان الكالسيوم قال الام بقت معرضة لهششة عظام كمان معدل حرق اقل فتلاقي نسبة الزيادة في الوزن بقت اسرع ودي حاجة كتيرة بنقابلها في العيادة وتلاقي الامهات مش عارفة تقولك انا اكلي هو هو وباخد برضو بشرب كوباية اللبن وباخد علبة الزبادي بالليل ولقيت ان عظم ابتدى يوجعني ابتديت ان انا كل شوية احس بوخم وان انا مش قادر اعمل اي حاجة ولو قفت شوية رجلية توجعني وإداية توجعني لقيت ان الوزن بتادي يزيد اكتر رغم ان خلاص يعني تلاقيها مثلا والده بقى لست شهور وزارة الزيادة الطبيعية بتاعت الحمل ومعدل الزيادة في الوزن عمالي اكتر بنرجع ده لنسبة الكالسيوم عشان كده من التحليل المهمة اللي بتتعامل او كل ام تعملها وهي رايحة تعمل رجيم تعمل تحليل سور الدم كاملة تعمل تحليل عشان تشوف نسبة الحديد في الدم قد ايه عشان لو في اناميا حصلت من فترة الحمل او انها تكون معرضة ان يحصل اناميا مع الرضاعة ده مهم جدا جدا انه يتعالج عشان ما حصلش هبوط في الضغط وما حصلش المشاكل المشهورة مع الانميا زي الدوخة زي الواحد مش قادر يعمل اي مجهود كمان بيأثر معانا على معدلات الحر لو نسبة الحديد اقل من الطبيعي فاحنا مهم ان نتطمن على الحديد ومهم كمان نتطمن على الكالسيوم